موسيقى اليوم كنا معنين بارتفاة في درجة الحرارة حرارة قصوى التي تروحت من بين 29 إلى 34 درجة بالشمال وبالوسطة وارقام كانت من بين 35 إلى 40 جنوب البلاد ممكن ظهر يطلبت منها نصيب من اليقظة مع انتلاقة النهار هو ظهور ذباب حاليا كثيف في منخفضات سليانة الكيف وأيضا القيروان في معدد ذلك كما نجم نشوفه من خلال التسلسل لصور القمر الاصطناعي كنا معنين بتقص أحيانا كثيف أصحب مع نزول بعض الأمتار العادية من حين لآخر بالشمال ومحليا بالوسطة الليلة إن شاء الله بيكونوا معنين بأجواء مغيمة جزئيا بأغلب مناطق البلاد درجة الحرارة تكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات وأرقام قد تتراوح من بين 24 إلى 29 ببقية الجهات يوم الغد إن شاء الله مازالنا معنين بظهور مجموعة من أصحب المرتفعة في أغلب مناطق البلاد ودرجة الحرارة مازالت في نساقها التصادي كالعادة نقدمكم فكرة وقراءة تفصيلية لدرجة حرارة قصوى المنتظرة ظهر يوم الغد بمختلف وليات البلاد نتوقع تجيل 34 في تونس العاصمة 30 في جيلة الوطن القبلي 35 في زغوان 32 في بنزارة في مناتق الشمال الغربي نتوقع تجاوز 35 درجة في بجا 37 في جندوبة 35 بيسليانة و34 درجة بالكف في مناتق الوساط بتالة 31 35 بالقيروان بسوسة بالمنسير بالمهدية حرارة قصوى في موسطول 31 درجة في سفيقس وبيزوزور قرقنة 32 سيلي بوزيد والقسرين حرارة قصوى في حدود 36 درجة نتوقع مشتوصل 39 في تونسر 36 في قفصة في كبلي نتوقع تجيل 40 كحرارة قصوى 32 في قبس وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بالنسبة لمدين نتوقع تجيل أعلى الأرقام 41 درجة 35 في جربة 39 بتطوين وأربعين فرميدة بالنسبة الملاحة والسيد البحري بسوحن الشمالية منطقة تيسيرات وخليج تونس رياح في أغلبها غربية إلى جنوبية غربية سرعتها من 5 إلى 15 عقدة وتتقوى ليلا لتكون من 15 إلى 25 عقدة بحر قليل الاثراب ثم يصبح مضطرب إلى شديد الاثراب بعد منتصف الليل بخليج حامات وبجية الساحل رياح من القطع الجنوب سرعتها من 10 إلى 20 عقدة بحر يكون قليل الاثراب إلى مضطرب وبمنطقتين الشابة وجربة وصولا إلى جورجيس رياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها لا تتعادى مستوى العاشين عقدة بحيكون قليل الاثراب إلى مضطرب كالعادة قد ممكن فكرة حول حالة تقص ببعض المدن والعواسم الأجنبية بنوكشة 31 درجة بعض صحب الدار البيضاء نتوقع التزجيل أيضا 3030 بالجزائر العاصمة أجواء أعمة مغيمة جزئية في ترابلوس 36 نتوقع التزجيل 39 كحرارة قصوة بالخرطوم 34 بالقاهرة بشبه الجزيرة العربية درجة الحرارة الجوز مستوى 40 درجة بالبقاء المقدسة توقع التزجيل 42 في المدينة منورة 46 في مكة المكرمة 38 بالدوحة بأبوظبي 36 بمسقط بالكويت حرارة نسبية مرتفعة 42 نتوقع التزجيل 40 ببغداد بالشرق الأوسط أجواء قليلة تسحب في بيروت 28 33 في دمشق 28 بالقدس الشريفة تقسيكون سافي بإسطنبول نتوقع ظهور مجموعة من السحب العربة 29 وبأوروبا برما نتوقع نزول الأمتار 27 درجة 26 بيفيانا تقسيكون ممتر ببيروكسيل بمستردام بلندن بباريس جوناف 20 درجة 26 في مرسيليا وبشبه الجزيرة الأيبيرية بمدريدة 22 بالأشبونة 24 درجة تطور الوضع الجوي خلال الأيامات القليلة القادمة عودة مؤشرات نشاط الخلال رادية المرفوقة بالأمتار بالشمال وأيضا بالوسط تقسيكون مغيم جزئيا جنوب البلاد ريح في أغلبها من القطاع الغربي نشطة نسبيا إلى قوية قرب سواحل وضعيفة لمعتادة داخل البلاد البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال ودرجات الحرارة قصوى تقريبا قد تتروح من بين 30 إلى 35 درجة بالمناطق السحلية تكون من بين 34 إلى 40 داخل البلاد وتصل محليا إلى 42 بالجنوب مع ظهور أشيلي يوم السبت نتوقع أن أبرز العنصر الجوية هو الشدة تريح خصوصا بالمناطق السحلية بالمرتفعات وبالشمال البحر يكون شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب إلى شديد الاضطراب في بقية المجالات البحرية مواشرة نزول بعض الأمتار ونتوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة موعد شروق الغروب اليوم الغد شروق شمس بإذن الله يكون في الساعة السادسة وتسعة دقائق وغروبة في الساعة السادسة وتلوتاش دقيقة لمزيد من المعلومات والأرشادات نذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني إلى رأس الجوي رقم الموزع سوتي 884040 صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد وموقع الويب www.pomityu.n أوقات صالات بمدينة تونس ساعة المغرب فساعة سادسة وربوع وصلت العشاء بإذن الله فساعة سابعة وأربعون دقيقة شكرا على حسن وتابعة الإمام إلى اللقاء